بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ماذا تقول الصحافة التونسية عن مواجهة الاهل والترجي في دور أبطال إفريقيا بداية عزيز المشاهد لا تنسى الاشتراك في القناة ثم تفعيل رمز الجرس ليصلك كل ما هو جديد لدينا مباشرة ألقت وسائل الإعلام التونسية الضوء على قرعة دور المجموعات بمسابقة دور أبطال إفريقيا التي أوقعت فريق الترجي التونسي في المجموعة الأولى بجانب أندية الأهلي وكمبالا سيتي الأغندي وتاونشيب البوتسواني وقالت صحيفة الصباح نيوز إن القرعة أسفرت عن مواجهة جديدة بين الأهل والترجي بعدما سبق والتقى الفريقان في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من المسابقة فيما كانت القرعة رحيمة بالنجم الساحلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري عمر مرعي الذي سيواجه أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونيتد الزنبي ومباياني بطل سوازيلاند أما صحيفة الصريح أولاين فقالت إن خالد بن يحيى المدير الفني لنادي الترجي أكد ضرورة الحذر الشديد من أندية المجموعة الأولى مشيرا إلى أنه يعتزم الاستعداد جيدا للمباراة الأولى أمام النادي الأهلي لا سيما أن جماهير الترجي تعلم أن هذا اللقاء سيكون بمثابة رد الاعتبار بعدما ودع الفريق النسخة الماضية من منافسات البطولة أمام الأهلي وعنونت جريدة الصحافة اليوم الترجي في مجموعة متوازنة مع الأهلي والنجم في مهمة سهلة وقالت أسفرت عن وقوع الترجي في المجموعة الأولى التي تبدو متوازنة في مواجهات متجددة مع الأهل المصري الذي تبارى معه الموسم الماضي في الدور الربع النهائي كما ضمت هذه المجموعة كل من تاونشيب البوتسواني وكنبالا سيتي الأغندي أما النجم الساحلي فقد ترأس المجموعة الرابعة وتبدو مهمته سهلة نسبيا شكرا لك عزيز المشاهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته